مهم جدا ان احنا نتعرف ونصدر ثقافتنا ومعرفتنا وابداعنا ليهم ونستقيم ايضا ونتعرف على ثقافتهم وعملين طبعا برنامج لضيف الشرف كبير جدا عايز اقف هنا عند موضوع البرامج لانه بيقى فيه فعليات كثير جدا في معرض الكتاب بتبقى تظاهرة ثقافية هامة جدا ضيوف عظام الناس بتستناهم والناس خلاص بقت بتستنى يعني المؤلفين يمدرهم على الكتب وبتبقى حالة لطيفة جدا موجودة في المعرض فالدورة الخمسة وخمسية حضرتك شايف لو انا من الناس اللي بتروح معرض الكتاب كل سنة ايه اللي بالنسبة لي حيبقى مميز في هذه الدورة لو انا لسه اول مرة روح فانا اعتقد ان انا مش هبقى عارف اعمل ايه ولا ايه لو حضرتك اول مرة تروحي يعني اي شخص هيروح هيجد كل المجالات الثقافية والمعرفية والفنية هيلاقيها هناك حتى للطفل يعني لكل اعمار لكل الاعمار موجودة هناك الاهتمامات كلها موجودة سواء كتب من اصدارات في كل المجالات في التاريخ والفلسفة والفنون وكل المجالات موجودة اصدارات بالاضافة الى ندوات وفعاليات ثقافية تصل الى 550 فعالية ثقافية في اثناء هذه الدورة طبعا من ضمنها فعاليات ثقافية للطفل في صالة قاعة يعني كبيرة جدا مخصصة خصيصا للطفل سواء كتب او انشطة للطفل من حكي وورش وفنون وكثير من الفعاليات اللي موجودة خلال الدورة 55 احنا كمان شخصية المعرض السنادي رائد ادب الطفل الاستاذ يعقوب الشاروني وبتأكيد الاختيارات دي انتوا بتاخدوا فيها وقت وبيبعدوكوا ترتيبات معينة علشان نشوف كل سنة الحقيقة بيبقى اختيار يعني بنفضل نفكر كده ممكن تكون ايه الاسامي المطروحة السنة اللي فاتت كالاستاذ مصلاح جهين طبعا هو السنادي شخصية المعرض الدكتور سليم حسن عالم المصريات الاشهر والاكبر في تاريخ مصر وشخصية المعرض للطفل هو الكاتب ورائد ادب الطفل استاذنا الراحل يعقوب الشاروني اللي تعلم وتتلمز على يعني على ادبه الكثير من اجيال كثيرة جدا طبعا ده بيبقى بناء على طبعا نجمة الاستشارية العليا اللي بتختار الشخصيات الشخصية المعرض بناء على مدى تأثير الشخصية وطبعا بتؤكد وترسخ اهمية مجالات كثيرة يعني مجالات كثيرة في اختيار الشخصية لما يبقى عالم مصريات السنة اللي فاتت لي بيبقى شاعر عمية السنة دي رائد ادب الطفل الاستاذ يعقوب الشاروني السنة اللي فاتت كان رائد ادب الطفل طبعا الاستاذ كامل كيلاني طبعا احنا بيبقى ده بيبقى بناء عليه بنعمل محاور لهذه الشخصيات في قاعة رئيسية سمية قاعة سليم حسن فيها برنامج ومحور كبير جدا عدد من الندوات وكبار المفكرين بيشاركوا فيها وايضا بالنسبة للطفل عدد كبير جدا من الفعاليات في حوارات بين الطفل وبين كاتب ادب الطفل اشتركوا في القناة